متواصل بنا معكم في نشرة السادسة ومتابعة لعملية سير تصويت المصريين في الخارج في الانتخابة الرئاسية 2024 حيث تواصل الناخبون في قطر للتوافد لليوم الثاني على التوالي إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابة الرئاسية تم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت توفقا للموعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات كما رفع بعض الناخبين على مصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية